موسيقى موسيقى سيفغاردينغ فاليابل طبعا أغراض المريضة الشخصية لا بد أن تسلم لعائلته أو تحصل في مكان مغلق مثل أمانات المستشفى أبدا ما أسلم من المريض أي غرض يخصه لأنه ممكن أنا أتحمل المسؤولية في حال هذا الغرض ضاع أو سرق بالتالي أضمن لي وأضمن للمنشأة أنه المريض يأخذ أدواته في حال أنه المريض ما كان عنده أحد يوقع المستشفى على ورقة أخلاء مسؤولية في حال ضاعت هذه الأغراض لكن أأمل لنا ما نأخذ أي غرض من أي مريض تلتزم الممرضة بتنفيذ أغامر الدكتور معادة إذا كان أمر الدكتور غير مناسب تلتزم الممرضة بتنفيذ أغامر الدكتور تلتزم الممرضة تلتزم الممرضة وصار غير متواجدة في المكان تبلغين النيرسينج سيبرفايزر أو المشرفة على الوحدة وهي تقوم بالتواصل مع الدكتور لكن أبدا ما تعطيني الدواء في حال أنك أنت مقتنعة قناعة تامة أن الدواء هذا غير مناسب أو غير صحيح لأنه لو صار أي ضرر للمريض أنت تتحملين المسؤولية هو عبارة عن ورقة قانونية هو التوثيق اللي نحن نوثقه في ملف المريض أوثق النيرسينج نوث ملاحظات التمريض أوثق الفايتل ساين أوثق أي برامتر موجودة في الفايل لحسب الوحدة طبعا كل وحدة لها أوراق معينة في ملف المريض فهذه كلها المعلومات لداخل الملف تعتبر توثيق توثيق هذه ورقة قانونية في حال أن المريض تعرض لخطر تعرض إلى إصابة تعرض للمشكلة أثناء تواجده في المشكلة في المنشأة الصحية يتم الرزوع إلى هذه الأوراق القانونية ومراجعتها بواسطة طبعا لجنة مختصة وتحليلها وتوصل إلى سبب هذه الإصابة فلازم يكون له مواصفات أو يعني ما ينكتب كذا بشكل عشوائي أو على حسب حرية الشخص الماسك لماسك الفايل لا لا أو إرشادات لكتابة طبعا بالنسبة لل أو ما أكتب سرد بالذات لما نكتب النيرسينج نوت أو ملاحظات التمريض لها مواصفات معينة أول حاجة أستخدم القلم الأسود لما أعمل سرد للمعلومات في مرشآتي يستخدمون القلم الأزرق وفي مرشآتي يستخدمون القلم الأزرق الأسود على حسب المرشآة اللي أنت أشغال فيها لازم أسجل التاريخ واليوم date and time entries provide objective and factual and complete documentation يعني يعني أنا أعطي المعلومات أو الحقائق الموجودة عندي ما أعطي رأي شخصي يعني مثلا أقول إنه المريض مثلا باين عليه اليوم تعبان أو باين عليه متضايق أو يبدو أنه ليس على ما يرام زي كده لا لازم أعطي حقيقة موجودة فعلا عندي المريض مو رأي شخصي طبعا لازم يكون complete documentation documentation برضو الكير كل الكير اللي عملتها للباشنط سواء أنا عملت له bath care brenial care عطيته دواء medication treatment معين مثلا سويت trenched dressing procedures اللي أنا عملتها للباشنط كاملة أو الثقة في documentation document client response to intervention برضو استجافة المريض لهذه الانتربنشن هل المريض كان مرتاح هل المريض عبر لي وقال لي إنه متضايق متألم استجافة المريض لهذه البروسيجر اللي أنا عملتها document consent or refusal treatment في حال إنه المريض رفض علاج معين أو الثقة الشي هذا في حال إنه وافق أو الثقة الشي هذا document calls made to other health provider في حال إنه عملنا استشارات مع الاستشاريين طلبنا مساعدة من أقصام ثانية لازم أو الثقة الشي هذا برضو داخل الملف طبعا زي ما قلت لكم نتبع الـ agency policy أو سياسة المنشأة اللي أنا فيها في كتابة هذا الـ documentation في حال إنه كان فيه خطأ أنا وثقت حاجة غلط أشطب حط خط وأرجع أكتب من جديد document الصح في حال كان الـ documentation عن طريق الكمبيوتر أبدا ما أدخل على document أو توثيق مريض مو مريضي ولا أكتب لأحد آخر أكتب فقط اللي أنا عملته لأن هذه ورقة قانونية ممكن لو صار مشكلة للمريض أنت المسؤول الأول عن هذه الورقة لأنك أنت اللي عملت documentation وأنت اللي وثقت المعلومات هذه برضو من تيري privacy and confidentiality زي ما ذكرت الخصوصية التامة أثناء توثيق المعلومات أستخدم spelling صح grammar صح punctuation صح لازم إملائي يكون صح قواعد الكتابة تكون صح حتى تكون مفهومة لما أحد يقراها من بعدي برضو علامات الترقيم تكون صح أكتب وأوقع sign and title H entry لازم أوقع وأكتب عنوان كل ما أدخل وكل ما أعمل documentation أو أعمل توثيق زي ما ذكرت don't document for other or change documentation for other individual ما أكتب أو أوثق لأي شخص آخر سواء ممرض معايا أو ممرضة معايا طلبت مني المساعدة أبدا ما أوثق لشيء اللي أنا عملته do not use an acceptable abbreviation في بعض الاختصارات الطبية تكون معروفة ومعتمدة هذا اللي أكتب فيها مثلا في حال اللي استخدمت abbreviation ما أروح أستخدم مثلا اختصارات من لغات أخرى لغات اسبانية أو لغات يابانية أو صينية بحيث أنها ما تكون معروفة عند الأشخاص المتواجدين معايا وشغالين معايا في نفس المنشأة الصحية don't use judgmental or evaluation statement such as an cooperative client يعني ما أنتقد المريض ضد التوثيق مثلا أقول هذا المريض غير متعاون زي كذا أنا أنتقد تصرفه هذا لا أبدا ما أستخدم العبارات هذه don't leave blank space on documentation يعني لما أنا أكتب أو أوثق مثلا نيرسينغ نوت أكتبه ربعض مو أخلي فيه سطر فاضي حتى بعد الممرض اللي قبلي على طول أكتب في السطر اللي بعده don't lend access identification computer codes to another person change password at regular interval ما أسمح لأي شخص برضو يدخل على صفحتي اللي أنا أوثق فيها سواء كانت توثيق إذا كانت توثيق عن طريق الكمبيوتر لأنه ممكن يغير أو أنا ما تضمن أحد خصوصا الموضوع خطير جدا ممكن يضرك أنت كمقدم رعاية الصحية لأنه الموضوع في قضية قانونية أو legally document عنديكم السؤال هذا برضو عن الجزية اللي تكلمت عنها تقدرون تقرونها وتشاركوني بالأجربة والسؤال هذا برضو كلها الأسئلة هذه طبعا من ضمن أسئلة البروميتريك أو سأدي نيرسينج إكسام السؤال هذا برضو السؤال هذا آخر نقطة راح أتكلم عنها الريبورتينج ريسبونسوبليتي أو مسؤولية التبليغ متى يحق لك أنت كممريضة أنك تبلغين يعني عن حاجة صارت لما تحدث أمراض أو أوبئة في القسم أو في المنشأة الصحية واجب عليك التبليغ التبليغ يكون لشخص مسؤول عندكم في المنشأة الصحية أو برضو إذا كان عندنا كريمينال اكتيفتي أي جرائم حدثت أو ديمستيك فيولنس أي اعتداء عضة كلب اعتداء رمي بالرصاص أو استخدام أسلحة بيضاء مثل الطاعن مباشرة الانتحار أي لازم أبلغ عنها لشخص مسؤول في حالة الإمبيرد نيرس الإمبيرد نيرس لما يكون عندنا سمح الله في القسم ممرض غير سوي أو ممرض فاسد في بعض الدول يذكر صراحة أنا هنا في سعودية ما أذكرني سمعت بس في بعض الدول يذكر أن في أحياناً يستخدموا الأدوية المخدرة لأنفسهم يعني متعاطين للمخدرات هذه يقومون بأخذها من المنشأة نفسها في حالة أنك شفتي ممرض يقوم بالفعل هذا واجب عليك التبليغ مباشرة للجهات المختصة في المستشفى من أجل سلامة والصحة المهنية تكوني في بيئة سليمة sexual harassment أو التحرش الجنسي في حالة تحرش فيك أنا أتكلم عن الجنس الأنتوي شخص موجود عندك في الموجهة الصحية واجب عليك التبليغ مباشرة لشخص مسؤول تحرد أنه قام بشركيات معينة أو ألفاظ معينة كلها تدخل تحت مظلة التحرش في السؤال هذا برضو عن الجزئية التي تكلمت عنها سؤال هذا شكرا 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 شكرا